رسم الزوايا شعاع شعاع ثاني ونطلقوا من نفس نقطة البداية وسمينا المنطقة اللي بينهم هي الزاوية طيب اليوم رح نتعلم كيف نرسم هاي الزاوية يعني لو جاب لك مثلا ارسم الزاوية مثلا ميم وتساوي 45 درجة اول خطوة دائما برسم الزوايا بنرسم الشعاع الاول ما احنا عنا شعاعين بنرسم الشعاع الاول لحالنا عن طريق قاعدة المنقلة هو خط مستقيم هيكون فمنرسمه من قاعدة المنقلة وبنحدد نقطة ونقطة بداية الشعاع وين تمام اذا نرسم دائما اول شعاع عن طريق قاعدة المنقلة او بالمسطرة وبنحدد وين رأس الشعاع وين القاعدة او البداية وبعد الشعاع طيب هيomnia بنمسك المنقلة إحنا حكينا الزمان لما بننقيس الزاوية كنا نحط النقطة على النقطة والخط على الخط هنا منيجي برضو منحط النقطة على النقطة والخط على الخط الخط حتنا على الشعاع تبعنا والنقطة تبعت المنقلة على النقطة اللي هي أنا حددتها نقطة البداية هلا هو بدو ياني أقص 45 باجي باشوف الشعاع جاي لهون معناته باخد الصفر لجوه باخد الأرقام اللي جوه وببلش أعيد لبينما أوصل لل45 هاي العشر عشرين ثلاثين اربعين وين الخمسة واربعين هيها هون منعد الشحطات بطلع معانا هون الخمسة واربعين منحط شحطة عند الخمسة واربعين شحطة بسيطة بعدين بشيل المنقلة برجع هون ع نقطة البداية بوصل بين نقطة البداية والشحطة اللي انا رسمتها مش ضروري اوصل للشحطة يعني عادي لو رسمت خط قصير لهون بطلع معانا الزاوية المهم انه انت كيف تحط المنقلة بتحطها على النقطة وعلى الشحطة اللي انت اوجدتها وبعدين بترسم الخط وبتحدد رأس الشعاع التاني اكيد هيكون في الجهة التانية لانه هون نقطة البداية خلينا نطبق ع السؤال الاول صفحة 119 رسالنا قبل شوية الزاوية 45 خلينا نرسم الزاوية 30 هو بحكي لنا سين صادعين الزاوية شو هيكون اسمها من نقطة البداية او رأس الزاوية اللي هي الحرف اللي بالنص اللي هو صاد طيب نيجي هون اذا عندنا زاوية سين صادعين زاوية سين صادعين بدها تكون تساوي 30 درجة دائما اول شعاع بنرسمه باستخدام المصطرة او باستخدام قاعدة المنقلة بنحدد الرأس ونقطة البداية للشعاع بعدين بنحط النقطة على النقطة والخط على الخط الشعاع تبعي جاي لهون معناته بدي اخد الارقام اللي جوا 0 10 20 هاي 30 عند الثلاثين هيني حطيت شحطة جلت المنقلة هلأ باجي بحطها بين النقطة وبين الشحطة كأني بدي اوصل بينهم بس مش ضروري اوصل لعندها هاي رسمنا خطلة هون بكفيني خطلة هون ما في مشكلة فبتصير هاي الزاوية 30 درجة صادعين طبعا في كمس تحط عين هون عين وهون سين ما في مشكلة المهم انه تكون رأس الزاوية هي صاد اللي هو الحرف اللي بالنص طيب نيجي نشوف صفحة 120 تكملت السؤال بده يانا نرسم الزاوية 125 لا ميم عين طيب نجرب هلأ اول اشي حكينا دائما اول شعاع بنرسمه لحالنا عن طريق يا اما المصطرة يا اما قاعدة المنقلة خلينا هلأ نحط مثلا نقطة البداية هون وهون الرأس تبع الشعاع هلأ وين رح احط المنقلة وين رح احط النقطة النقطة عن نقطة مش عند الرأس دير بالك تيجي تحط اللي هون مش لانه على اليمين خلص دائما بتحط عليه على الشمال اسفة لا دائما بدور عن النقطة نقطة البداية وبحط عندها النقطة المنقلة اللي هو مركز المنقلة وبنحط النقطة عن النقطة والخط على الخط ومنشوف الشعاع من وين جاي من الشمال معناته رح اخد الارقام اللي برا منبلش نعد صفر عشرة عبان منوصل مية مية وعشرين مية وعشرة مية وعشرين والمية وخمسة وعشرين هون منعد الشحطات منلاقي هون اللي هي خمسة فبالتالي مية وخمسة وعشرين حطينا شحطة صغيرة وشلنا المصطرة او المنقلة هلأ نمسك برضو المنقلة وبننا نوصل بين مين ومين مش تيجي توصل اللي بين الرأس والشحطة اللي انت رسمتها دير بالك التوصيل بيكون بين النقطة والشحطة اللي انا رسمتها وهل ضروري اني اوصل للشحطة لا مش ضروري هاينا رسمنا وهي صار عندنا الشعاع التاني وهاي الزاوية كاملة هي بتكون مية وخمسة وعشرين درجة طب يا مسلا وانا رسمتها وخليت نقطة البداية هون ورأس الشعاع هون هل بطلع معي غلط لا بطلع معك صح طبعا جربها انت وشوف وطبعا عشان تتأكد من حلك بترجع بتقيس الزاوية زي ما تعلمنا المرة الماضية في الدرس الماضي نيجي هون بنحط النقطة عن النقطة والخط على الخط وبطلع معانا مية وخمسة وعشرين طيب هلا نشوف طبعا اسم الزاوية قبل ما نبلش بالزاوية اللي بعديها بدنا نسميها طبعا هون لام ميم عين دايما رأس الزاوية بتكون اللي هي الحرف اللي بالنص لو بدلت بين لام وعين ما في مشكلة نشوف هلا الزاوية بالها طبعا مية وستين درجة يلا نيجي بنرسم اول شحطة دائما او اول شعاع باستخدام يا اما المصطرة يا اما قاعدة المنقلة وبحدد على طول بعد ما ارسم الخط بحدد الرأس ونقطة البداية باجي بحط المركز تبع الزاوية مركز المنقلة اسفة على النقطة نقطة البداية والخط على الخط اللي هو على الشعاع وبشوف الشعاع لوين جاي لهاي الجهة معناته رح ااخد الارقام اللي جوا هو اللي مية وستين معناته باجي من جوا بعيد للمية وستين وين المية وستين هيها هون هاي نمنا نحط الشحطة باجي هلا بدي اوصل هاي هان الشحطة بدي اوصل ما بين الشحطة طبعتي ونقطة البداية مش من الرأس هاي مرة تانية حكناها من النقطة البداية وكمان الشحطة اللي انا رسمتها ومش ضروري برضو مرة تانية اني اوصل للشحطة بكفي بس ارسم خط باتجاه الشحطة وبدنا نسميها بتطلع دال ها طا خلينا هلا كمان نرسم الزاوية 20 كافلان 83 درجة يلا اول شعاع دائما بنرسمه باستخدام المسطرة او المنقاعدة المنقلة وبعد ما نرسمه منحط الرأس ومنحط نقطة البداية باجي هلا بحط مركز المنقلة النقطة عن نقطة والخط على الخط وبحدد وين الثلاثة وتمانين طبعا رح امشي بالارقام اللي جوا بعد هون هاي الثمانين طيب مننا نعد هلا شو واحد وتمانين اثنين وتمانين ثلاثة وتمانين عند الشحطة التالتة منعد الشحطات لصغار هدول هاي بتطلع هون فبحط عندها خط صغير او شحطة بعدين باجي من عند نقطة البداية وبين الشحطة بحط المنقلة وبوصل وفيش داعي اوصل لعندها بكفي ارسم لهون وهينا هيك حطينا رأس الشعاع التاني وهاي الزاوية مقدارها تلاتة وتمانين درجة وعننا اسمها شين كاف لا شوف الزاوية اللي بعديها زاوية دال جيمها مية وتسعتاش يلا اول شعاع دائما منرسمه لحالنا باستخدام يا اما المسطرة يا اما قاعدة المنقلة بنحدد الرأس وبنحدد نقطة البداية وبعدين منحط المنقلة بشكل النقطة على النقطة والخط على الخط ومنبلش نعد من جوا بدو اياني اوصل للمية وتسعتاش هيني هون وصلت للمية هاي مية وعشرة المية وتسعتاش هتكون قبل للمية وعشرين بشحطة هيا من هون تمام فبالتالي باجي بوصل ما بين النقطة والشحطة اللي انا رسمتها ومش ضروري اوصل لعندها برضو طب فينا يا ميس نوصل لعندها لو وصلنا لعندها خطأ لا يا ميس صح عادي بتقدر توصل لعندها وبتقدر انك توقف في المكان اللي بدك يا المهم انه يبين عندي الشعاع وين رايح يعني انا هاي الشحطة بتخليني وبدلني انه الشعاع لوين رايح يعني انا بدل ما احط لحالي الشعاع على كيفي ما بعرف وين احطه طب كيف احط المنقلة ما بعرف كيف فانا الشحطة هاي بتفرجيني كيف انا احط المنقلة وكيف اوصل وكيف امشي بالشعاع التاني وين اتجاهه تمام طيب هاي اذا قياسها 119 درجة اسمها دال جيم ها اشتركوا في القناة